احنا اخذنا قبل كده في الطايم اخذنا زير is وزير isn't زير are وزير aren't. تمام? كنا بنقول زير sum sand مثلا كنا بنقول هوت زير is sum على سبيل المثال sand او grass او اقدر اقول water ليه? لان طبعا هنا هوت بستخدم is مع الاسم الكمية يعني الاسم اللي ما بيتجمعش اللي ما فيوش اس جمع فانا بستخدم معها زير is وقلنا في الجملة المثبتة بستخدم sum يوجد بعض يوجد بعض طيب علشان ان في الجملة ديت كنا بنقول زير isn't any sand او grass او water زير isn't any مع الكلمات نفسها اللي هي بسميها كلمات كميات او مفردة كلمات كميات او مفرد اما بالنسبة لجمل تانية كنا بنستخدم فيها زير are زير are مع الاسماء الجمع طبعا زي زرار sum trees او مديني مسلا ياكس او مديني زي مسلا بويز بازا انا بستخدم زير are ليه هنا استخدمت are لوجود الاس في الكلمات اللي عندي زي trees او ياكس او بويز طيب عشان ان في الجملة دي كنا بنقول زير aren't اني والاسم الجمع اللي عندي اللي هو trees او ياكس او بويز زير aren't any مع اسم جمع طيب ده بالنسبة لجزئية الطيم وما فهاش اي مشكلة اي بستخدمت sum في الاسبات واني في النفي ايضا استخدمنا اني في السؤال تمام؟ استخدمنا اني في السؤال فقدر اقول is there any مع اي اسم مفرد مع اي اسم مفرد من الاسماء اللي موجودة عندي وليكن مسلا is there any sand او is there any water او is there any grass تمام؟ ده بالنسبة للسؤال يبقى انا استخدمت any في السؤال واستخدمته ايضا في النفي are there any مع اسم الجمع اللي عندي زي trees او ياكس او بويز يبقى برضو نفس الاستخدام بسأل be any وبنفي be any بسأل be any وبنفي be any تمام؟ ده اللي احنا عرفناه في الطيم جاي النهاردة في جزئية الولد وبيقول لي تعرف على كلمات جديدة اللي هي a lot of او نفسها lots of وي مديني معهم كلمات زي much وي many الكلمات اللي قدامي كلها بمعنى كسير لما اقول او lots of معنى كسير ومتش معنى كسير ومني معنى كسير طيب اذا كانت كل الكلمات دي بمعنى كسير طيب انا هفرر اما بينها ازاي في الاختيارات اللي عندي تمام؟ نركز بقى انا هقدر اقول له a lot of a lot of او lots of بيجي لي بعدها zero هنا هقول له zero is a lot of هقول له هنا zero is a lot of milk ولا trees zero is a lot of milk zero is a lot of milk zero is a lot of milk ليه؟ لاننا عندي is يجي لي بعدها اسم كمية اسم مفرد يبقى zero is a lot of milk هي هيها لو انا قلت له zero is lots of milk يبقى هو عايز يوصلني هنا ان كلمة a lot of هي نفسها lots of a lot of هي نفسها lots of بستخدمها مع الكميات مسبوقة بإز طيب هو ما ينفعش اقول zero are a lot of trees ينفع زرار a lot of trees يوجد اشجار كتيرة لان عندي هنا ار وهنا اس الجمع وبستخدم الوت اوف سواء بعدها كمية او اسم جمع بستخدم الوت اوف سواء بعدها كمية او بعدها جمع يبقى اقدر اقول له زرار a lot of trees او زرار lots of trees زرار lots of trees اللي اتنين واحد اللي اتنين واحد دي الاستخدامات الجديدة اللي عندي في الولد نخلي بنا منها يبقى زرز a lot of milk هي نفسها زرز lots of milk زرار a lot of trees هي نفسها زرار lots of trees زرار lots of trees تمام ليه استخدمت ار هنا لان عند كلمة trees ليه استخدمت از هنا لان عند كلمة milk والعكس صحيح بمعنى يجي لي في الامتحان يقول لي زر از a lot of هقول له milk ولا trees ولا rivers لا بقول له milk ليه ملك بتاخد المفرد يعني از تمام يبقى بستخدم a lot of في جملة اسمها جملة مثبتة جملة مثبتة يعني ايه جملة مثبتة يا سير يعني ما فيهاش نطة وجملة اسمها جملة خبرية يعني ايه جملة خبرية يعني ما هيش سؤال ما هيش سؤال يبقى بالنسبة a lot of او او lots of بشوفها في جملتين جملة اسمها جملة مثبتة جملة مثبتة وجملة خبرية يعني ايه مثبتة يعني ما فيهاش نطة ويعني خبرية يعني ما هيش سؤال ده بالنسبة ل a lot of و lots of اما بالنسبة لي مني و much تعالوا نشوفهم اللي اتنين مع بعض اذا كانت عندي a lot of و lots of بتساوي much بمعنى كسير طيب انا عايز اختار ما بينهم التلاتة عايز اختار ما بينهم التلاتة هاختار ازاي تعالوا نشوف لما اجا اقول هنا هوت there isn't there isn't في جملة منفية there isn't much water في الحالة دي زي ما ابراهيم قال هقول له much طيب ده انا كنت بستخدمها في الطيم كنت بستخدمها في الطيم الصوت كنت بقول there isn't any طب فارضا مديني اني لو مديني اني اني تكسب لو مديني اني هاختار اني بس طبعا مش هيديني اني وhrm كسير أو ليجد مئة كسيرة There isn't much water طب لو سؤال هقوله الزير هل يوجد ماتش ووتا الزير ماتش ووتا هل فيه ميا كتير يبقى اذا انا شفت ماتش فين هنا شفت ماتش في جملة منفية وشفت ماتش في جملة استفهامية على عكس الوطوف اللي شفناها في المثبتة والخبرية يبقى اذا تأتي ماتش بعد نط او في السؤال مع ايه مع اسماء كميات يعني اسماء ما بتجمعش يعني بستخدمها بعد isn't او بعد السؤال بis للمفرد طيب اماليا سلة وكان مديني there aren't there aren't هقوله هنا ايه there aren't trees هقوله ميني هقوله هنا ايه يحياء ميني there aren't ميني ده لكنت بقوله any any هي زي ميني هنا بالنسبة للجملة المنفية يبقى اقدر اقوله there aren't many trees طب لو في السؤال يا جمانا هقوله are there كميلي many many برضو are there many trees هل يوجد اشجار كتيرة are there many هاكس او ياكس يبقى ازا there aren't many وايضا are there many يبقى بعرف من الجمل دي ان many او much بيجو في نعين من الجمل الجملة الاولى اسمها جملة من فيها اهي فيها not والجملة التانية سؤال يعني جملة استفهامية سؤال يعني جملة استفهامية وده عكس مين عكس a lot of او lots of وما ننساش عشان استخدم a lot او اختارها في الجملة لازم يكون معها of لو ما فيش ما تنفعنيش لو ما فيش بعد a lot او lots of يبقى ازا اختيارها غلط زرار a lot لازم يجي بعدها of او lots of اما macho mini ما بيجيش بعدهم حرف girl يا اما بقول له macho water يا اما بقول له mini trees وبس يبقى ازا بعرف ان macho mini باستخدمهم في جمل منفية وجمل استفهامية ده بالنسبة لمacho mini اللي معناهم كسير طيب بقي عندي ايه بقي عندي السؤال بهاو هي how many ولا how much طيب ما how many اتفقنا ان how many لازم اسأل عنها بجامعة يبقى اقول له how many trees how many boys how many girls how many teachers are there how many اس جامعة are there اما اما عشان اسأل بهاو much قلنا how much يجي لي بعدها اسم الكمية much كمية يبقى how much water ما كمية المي how much milk ما كمية اللبن how much meat ما كمية اللحم how much money ما كمية الفلوس how much water is والله are هقول له is ليه لان كلمة water مفرد يبقى how much water is there ما كمية المي الموجود تمام يبقى اذا ده كل اللي يخص الوطف ومني وماتش وازاي باستخدمهم في الجمل طيب هو بيجيبها لي ازاي في الرعاية يجيب لي في الرعاية ويقول لي there is a lot of milk in the bottle there is a lot of milk in the bottle في لبن كتير في الازازة يقول لي استخدم نوت استخدم نوت مين هيلعب يحيا هني يلا يحيا يحيا نعم there isn't there isn't much much milk in the bottle يبقى اذا 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 يا مهاب لما يديني جملة الوطف ويقول لن فيها هشوف هي الوطف اللي موجودة بإز ولا بقار يعني ملك ولا تريز يعني مفرد ولا جامع مفرد هعوض عن بعد لا يوجد الكسير من اللبن تمام يبقى نفيها هنا لان تأتي في جملة منفية طيب مثال تاني بيقول لي there are ten cups there are ten cups of coffee في عشر فانا يجين انا يجين انا يجين حاوز اسأل عنها بهاو بيقول لي اسأل بهاو اسأل بهاو بس كده عمل لي هاو كده اتفضل يا مهاب دقيقة واحدة دقيقة واحدة نوضح لزمائنا مهاب قال لي هقول how many مش عايز يقول how much مفيش مشكلة يبقى how many لانه شايف اس الجامع بتاعت ايه بتاعت cups how many cups فضل how many cups how many cups of of coffee of are zero زير طيب عاوز حد شاطر يقول لي نفس الجملة بhow much انا يجين لو حد قالها بhow much بقى احنا كده ممتازين قولي عمر انا يجين عمر انا يجين انا يجين عمر how much coffee سقفوا العمر سقفوا العمر ممتازين مسامح حاجة ايوة كده ايوة كده how much coffee ها عمر how much coffee are ده اصحابه السقفة اصحابه السقفة ازي 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 how much you coffee يبقى ازو اللي ار يا عمر ازي ازير how much coffee is there هنا انا سألت بمين يا عمر لان عندي كلمة cups جامع وكملت بار اما لما قوله how much يجي لي بعدها كمية الكمية من ten cups دولت اللي هي كلمة coffee او water او milk او much coffee is بسأل عن coffee ب is تمام يا عمر how much coffee is there نشوف كمان جملة عشان الناس تشتغل لو انا قلت there aren't many boys there aren't many boys تمام وبيقول لي هنا هوت استخدم عرب الشكل ده عرب الشكل ده عرب الشكل ده مين هيشتغل انا يسير انا يسير المهد يلا جمان are there many boys are there many are there many boys هل يوجد اولاد كتير ويبقى كده السؤال تمام اوكي ولكن لما كان بيقول لي في جملة شفناها الحصة اللي فاتت there is a bag there is a bag يلا يغنى مجهز there is a bag عايز استخدم r ده هي there are there are many bags من غير من غير اي حاجة من غير من غير يبقى there are bags يعني هو عايز نحاول من مفرد لإيه لجمع لجمع بس كده عشان الناس ما تلغبطش يبقى there is a bag يعني there is one bag يعني لما يقول لي are يبقى there are bags يوجد شنط هكدت قولها زر ماني بس قلت تمام يبقى there are bags there are bags طيب بيقول لي هنا is there نقط juice من اللي هيكمل بكلمة انا انا ابراهيم عبدالهادي ابراهيم عبدالهادي much هنا انا عاوز ايه ابراهيم much is there much is there much تمام is there much juice جملة تانية بيقول لي هنا نقط زير مني انا 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 اكمل محمد اسامة محمد اسامة اه اه اكمل بقار طبعا يا اسامة عشان عندي بوندز جامع وعندي مني عندي مني وعندي بوندز يبقى بكمل بقار تمام 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 انا عاوز اجابة عالجملة ديت يا مهاب ارزير مني بوندز جاو بلي بيس زير ار 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 في اللي جاي. احنا لحد دلوقتي رجعنا الوت اوف وي. لوتس اوف وميني وماتش. الجزء التاني من اليونت بيتكلم عن استخدامي لكلمة جديدة اللي هي شود. شوية تركيز بقى. ايوا. ايبراهيم شريف دايما على طول ما بنسألش ما عرفش ليه. ازاي? ازاي بس? لا يا ابراهيم. ابراهيم شريف صح صح معايا يا ابراهيم يا بنا. حاضر. حاضر. حاضر يا دكتور حاضر. ها عندي جزئية تانية اللي هي جزئية شود. يعني ايه كلمة شود? شود باعتبروا فعل ناقص بمعنى ينبغي ان. معناه ينبغي ان. وممكن نترجمه بمعنى يجب ان. ينبغي ان. او اقدر اقول يجب ان. بس انا بستخدمه. ايوا عشان ما قلش بقى انه زي مصد. قلت ينبغي ان. ليه? لان في فرق طبعا ما بين شود ومصد. شود يا مهاب انا بستخدمها بمعنى ينبغي ان. لتقديم النصيحة. شود بستخدمها. ينبغي عملت عملت ما عملتش ما عملتش. انما مصد الزام. واجب. لازم تعمل حاجة دي وإلا هيحصل لك اي ضرر. لكن شود انا بنصحك. عملت كان بها ما عملتش انت حر. يبقى كلمة شود بمعنى ينبغي ان. وطبعا نفيها هو شودنت. نفيها شودنت. يعني عندي شود والنفي منها هو شودنت بمعنى لا ينبغي ان. ما هستخدمها في الجملة دايما شود وشودنت زي مصد زي ما هو بما قال بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. دايما شود وشودنت مصدر. شفت شود او شودنت بعدها الفعل سادة مصدر الفعل بس. طيب تعالوا يلا نشوف كده امثلة. جايب لي جملة وبيقول لي فيها يو شود جو تو سكول ارلي يعني نبغي انك تروح المدرسة بدري. ماشي. اقول تاني يو شود يعني نبغي انك تستريح. تاني يو شود جو تو زا دكتور. اروح للدكتور. يو شود جو تو زا دكتور. عمر بيكوح شوية فبامسحه واقول له يو شود جو تو زا دكتور. مهاب ما عملش الواجب بتاعه بقول له يو شود دو يور هومورك. ينبغي انك تعمل الواجب بتاعك. انت حر بقى. يو شود دو يور هومورك. ينبغي انك تعمل الواجب. طيب. طيب. لما جي هنا. ونشوف جملة زا دية بيقول لي فيها يو نقاط. ايت. انكلاس. هقول له يو شود ايت انكلاس. ولا يو شود انت. اه. لأ دي حاجة مرفوضة. حاجة مرفوضة. حاجة مرفوضة. يبقى بقول له يو شود انت. ما تعملش كده. ما تعملش كده. زيها. يو. سيد دب ما انا باكل ده غلطي حبيب قلبي. يو شود انت. يو شود انت. بلاي. الفوسحة ماشي. مش في الفاصل. يو شود انت بلاي. انزا ستريت. ما تلعبشي في الشارع. دي حاجة غلط مرفوضة. يو شود انت. جو. يو شود انت. جو. تو سكول. حد ازا من خلال الجمل اللي قدامي. بتعرف على استخدام شود. اللي بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. بمعنى ينبغي ان او شود انت. اللي معناها لا ينبغي او لا يجب ما تعملش كده. وبيجي لي برضو بعدها الفعل في المصدر. طيب. ده في الجمل الاجابة العادية او تقديم النصيحة. استخدمت يو شود او يو شود انت. طيب. لما يجي هنا يقول اللي. تعال اعملها سؤال. هي شود وشود انت. ممكن تجي في السؤال? اه طبعا. اقدر استخدمها في السؤال عادي. ازاي? تعالوا نشوف السؤال بتاعها. لما يجي هنا وتقول. يو شود. جو تو سكول اللي او يو شود همورك او اي شود في الدنيا. لما يجي يقول لي. يو شود. يو شود ستادي هارد وخلاص. خليني عشان ما نحاولش كتير. يو شود ستادي هارد. ينبغي انك تذاكر بجد. ومديني هنا يا جودي وبيقول لي شود الكابتل الحلوة الجميلة ده ايه? بالشكل ده او. هقول له حاضر من عناية. تعالي يلا نحلها مع بعض. مديني بيقول لي استخدم شود والاس بتاعتها كابتل. يعني ايه بدأ بيها? الجملة. هقول له شود. جاهزة? ها. ها. شود يو. استنيني بقى. انا عندي مين. يو. مش كده? اه. اليو دي اصلها ايه? اهي. اهي. وكملي جملتك. المصدر. استادي. وهارد اهي. وكوستشن مارك. يبقى لما اقول يو شود استادي هارد. هسأل واقول. شود اي استادي هارد. هو انا لازم اذاكر. اه. يو شود استادي هارد. تمام? يلا. ابراهيم شريف. لو انا قلت. يس. شي. شود. هل ب. هير مادر. ابراهيم شريف معايا. اه. اتفضل اسألي بشود. استخدم لي شود. اه. شود شي. هل ب. هير مادر. شود هي. بعتبرها زي كان اول. زي از وار. زي الافعال اللي انا سألت بها طول عمري. شود. بس. عندي شي. هسأل بشي. عندي هيل بالمصدر. هكتبه زي ما هو. لاني شود فاعل مصدر. هيلب. عندي هير مادر. هنزلها زي ما هي. هير مادر. والكوستشن مارك. يبقى شود شي. هيل ب. هير مادر. هل ينبغي عليها انها تساعد مامتها. بقول في الاجابة. يس. شي شود هيل ب. هير جملة في الرايد بيقول لي. شود. هي. جو. توسكول ارلي. شود هي جو توسكول ارلي. هل ينبغي انه يروح المدرسة بادري. وبيقول لي اجاوب بيس. هنا شود هي. جو. توسكول. ارلي. عايزنا اجاوب بيس يا مهاب. بيقول لي هو استخدم استنان. بيقول لي استخدم يس. اتفضل. يس هي شود. بس كده برافو. يس. واعمل المقص بتاعي. شود هي. اقول له يس هي شود. يس هي شود. اكمل. لا شكرا مش عايزك تكمل حاجة. يبقى شود هي. هقول له يس هي شود. طيب لو قال لي نو. بقول نو هي شود انت. نكمل كمان مثال. لو بيقول لي شود. معايا جو مانا. شود. اي. شود اي. دو هومورك. هو انا لازم اعمل الهومورك بتاعي. جاوب يا جو مانا بيس. شود اي دو هومورك. يس يو شود. هقول له يس هي. الاي هحولها لايه? ليو. ليو. وشود تنزل زي ما هي? شود. تمام? يبقى لما اسأل بشود بجاوب بشود. طيب كمان مثال للغنام. لو انا بقول شود. شي. سبيك. انكلاس. هل ينبغى على هتتكلم في الفصل? بيقول لي جاوب بي نو. 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 شي. شي. شود. شود انت. نو. شي. شود انت. الال اللي فيها ما بنطقهاش. يبقى نو. شي شود انت. وشكرا. يبقى اذا. ازا كانت الجملة اولها شود. بجاوب بشود او شود انت. شود معيس وشود انت مع نو. بعرف ان شود دايما بعدها الفعل في حالة المصدر. زي شود دو. او شود سبيك. او شود جو. او شود دو. او شود استادي. يبقى دايما شود وشود انت مصدر. تمام? طيب. خدوا اللي جاية دي بقى. خد اللي جاية دي بقى. ونصحصح شوائي. واحد بيقول لي هنا. ايام. فيري طايرد. ايام فيري طايرد. وبيقول لي استخدم هنا هو شود. بيقول لي استخدم شود. ايام فيري طايرد. بيقول لي استخدم شود. ايام البحز. يبقى انا هقول لوا يو ايام. انا مسغل. أنا سيء. انا اسك conseقول. قللي يا محمد يا سام. ايام. انا ما اليابة انا عاوز يو. انا عاوز يو. ابدأ بيو. انا عاوز هادتي اذاً يا لأ يا ولد يا ولد نفهم 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 يا إحيا لما قول هنا دقيقة واحدة دقيقة واحدة دقيقة واحدة عشان نفهم كلنا كوني بقول في الجملة I am tired أنا متعب أنا متعب متعب بطلان من الشغل فأنا هقول له هناوت you should have rest أو you should rest you should have rest أو you should rest يجب أن تستريح واحد تاني ممكن يقول لي you should sleep نائم طالما تعبان نائم تعبان مجهد إنما لما اجا قول he is ill أو sick هو مريض يبقى قول له هي ايه he should go to the doctor ينبغي إنه يروح للدكتور ليه لإنه sick أو ill مريض تمام يبقى فيه فارق ما بين tired و sick tired نام ريح براحتك إنما بقول له go to the doctor you should go to the doctor طيب لما اجا قول she has an exam tomorrow عندها اجزام عندها امتحان بكرة she has an exam tomorrow عندها امتحان بكرة انصحها بايه هقول لها شي ايه. زاكري. زاكري. يبقى شي ايه يا جودي. she should. she should. she should. she should revise. راجعي. راجعي. زاكري. تمام? تمام? يبقى اذا انا باستخدم النصيحة اللي عندي على حسب الموقف اللي هو مدهون. تمام? لو مديني should وبيقول لي استخدم should انت خلاص. هنفي وخلاص هنفي الجملة. مديني. yes should or no should. انتو بيقول لي اسأل بshould. يبقى لازم اخلي بالي. هي should اللي مطلوبة? capital ولا small? هل هي سؤال ولا اجابة? طيب. نشوف مثال اخير. لو انا قلت هنا هوت. you should help people. you should help people. ينبغي انك تساعد الناس. وبيقول لي اسأل بالجميلة دهيت. ها? 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 what should you? هقول له what? what? الفعل المساعد اللي عندي. المساعد اللي عندي اسمه? what should? اللي اصلها? اي. اي فعل في الدنيا? اصله في السؤال? I do. what should I do? ماذا ينبغي ان افعل? ده يتحفظ زي اسمنا. ماذا ينبغي ان افعل? اعمل ايه? ساعد الناس. اعمل ايه? زاكر. اعمل ايه? اعمل كزا. يبقى what should I do? you should study, you should help, you should. وهكزا. تمام? what should I do? what should I do? what should I do? what should I do? تمام? ده بالنسبة لshould و shouldn't. خلاص يا مهاب. يبقى should او shouldn't. بستخدم بعدها الفعل في الايه? في المصدر. يجبها لي في الامتحان في الاختيار يقول لي. you should. you should. هقول له. went? ولا goes? ولا going? ولا go. 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 يجي بقى بس المصدر. to bed. to bed early. number three. number three. number three. يبقى انا هقول له you should go. you should go. ايه? لان ياسير هنا should بعدها مصدر. should بعدها مصدر. تمام? يلا. خلاص. وقت الاول خلص. هنرجع بسرعة. برابط تاني. نشوف اللي كان عندنا.